مشاهد لم يعتد الدمشقيون والسوريون على رؤيتها في بلدهم طقوس ولطميات في أحياء وأزقة دمشق وخاصة القديمة منها يمارسها الإيرانيون والميليشيات التابعة لهم فعلى بعد عشرات الأمتار يقتلون السوريين ويشردونهم وهنا يحجون وكأنهم استباحوا البلاد ولتسهيل قدومهم إلى سوريا أكثر وأكثر أصدر النظام السوري استثناء لمن وصفهم بالسياح الإيرانيين تمثل بالسماح لهم بتزديد أجور الإقامة في الفنادق بالليرة السورية بدلا من الدولار الأميركي على الرغم من حاجته الماستية للقطع الأجنبي أمام نزيف الليرة بينما فرض على المواطن السوري تصريف مئة دولار عند دخول بلده حتى أصبح السوريون يرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية مصرف سوريا المركزي طلب مما وصفهم بالسياح الإيرانيين للاستفادة من قراره بتقديم منفست مختوم من منظمة الحج والزيارة الإيرانية ليشملهم القرار مطالبا للفنادق بالالتزام به القرار أثار حافظة شريحة واسعة من السوريين الذين اعتبروا أن الإيرانيين استباحوا البلد على كل الأصعدة إذ يتمتعون بميزات كثيرة ويتصرفون كأنه بلدهم بينما ينظر السوريون على أحيائهم كيف استبيحت وأصبح يكسوها السواد وينتشر فيها اللاطمون الاستباحة لم تقتصر فقط على الإيرانيين بل على الزوار الشيعة العراقيين الذين يرددون شعارات طائفية داخل الأراضي السورية ما أثار حفظة أهل البوكمال الذين اعترضوا الحافلات التي تقلهم على الحدود السورية العراقية كل شيء في سوريا أصبح مباحا لهم وبتسهيل من النظام وحمايته أو حماية الميليشيات التابعة لإيران المتشرة في البلد بينما يضيق النظام على الأهالي أمنيا واقتصاديا واجتماعيا ليدفعهم للهجرة فبديلهم حاضر في عاصمة الأمويين